الهيبون او البلفكبون بيتكون من 3 اجزاء الجزء العلوي اسمه إليام والجزء السفلي من الخلف اسمه اسكم والجزء الامامي اسمه بيوبك الحوض بيتكون من عطمتين عضم على كل جانب واسمهم هيبون او بيلفكبون فهيبقى عندنا راية هيبون وليفت هيبون او راية بيلفكبون وليفت بيلفكبون العضم البيلفكبون ده من النوع الاريجولر انشيب يعني في شكله بيكون غير منتظم والبلفكبون او الهيبون بيتمفصل مع الساكرام في مفصل اسمه ساكروئيليك جوينت يعني دي عندنا الفقرات العجزية اللي اسمها ساكرام ودي الهيبون فالمفصل اللي موجود ما بينهم اسمه ساكروئيليك جوينت السطح السفلي للهيبون بيحتوي على سوكت او جيب كده صغير اسمه اسيتابلم فعندنا الجيب او التجويف الصغير ده التجويف ده اسمه اسيتابلم الاسيتابلم بيتثبت فيه رأس عظمة الفيمر اللي هي عظمة الفاغذ اللي هو ده الرأس ده اسمه هيدوف زا فيمر فبيكون مفصل هب جوينت مفصل الورك اسمه هب جوينت وبيتواجد اسفل الاسيتابلم بيتواجد اسفل الاسيتابلم اسمها اوبتيوريتر فريمن الجزء ده اسمه اوبتيوريتر فريمن الهيبون او البلفك بون بيتكون من ثلاث اجزاء الجزء العلوي اسمه اليام والجزء السفلي من الخلف اسمه اسكم والجزء الامامي اسمه بيوبك يبقى الهيبون بيتكون من ثلاث اجزاء جزء علوي كبير اسمه اليام وجزء سفلي من الخلف اسمه اسكم وجزء سفلي من الامام اسمه بيوبس او بيوبك بون نمسك جزء جزء منهم اول حاجة هي اليام ادي الاليام ده السطح الامامي وده السطح الخلفي للاليام من الامام الاليام بتحتوي على حفرة كده ده الحفرة اللي قدامنا اللي باللون لا زرق ده اسمها اليك فصة اليك فصة والجزء الخلفي ده عمتا كله بيبقى جسم الاليام بيبقى البضي افزاع اليام والجزء العلوي من الاليام اسمه اليك كريست الجزء ده اسمه اليك كريست من الامام بنعرف الامام من الخلف طبعا من عظمة البيوبس بتكون موجودة في الامام او البيوبك بون ودي الاسكيام بتكون موجودة في الخلف عشان لو اطلق بطنه نعرف ايه الامام وايه الخلف الاليام كريست بينتهي من الامام عند سباين او شوكة او بروز عظم كده اسمه انتيريور سوبيريور اليك سباين يعني الشوكة او الشوكة العظمية العليا من الامام انتيريور سوبيريور اليك سباين بيكون موجود تحتها انتيريور انفيريور اليك سباين ومن الخلف بيكون فيه شوكتين برضه بس بيكونوا على الخلف بيكون عندنا سوبيريور بوستيريور اليك سباين وتحت بيكون موجود البوستيريور انفيريور اليك سباين اربعة سباين ده الامام ده سطح الامامي بنعرفه ازاي قلنا بنعرفه علشان بيكون فيه البيوبك بون و frostحة الخلفي فيكون فيه الاسكام فعلى السطح الأمامي بيكون فيه اتنين سبين قدي الانتيريور سيبيريور إليك سبين وقدي الانتيريور انفيريور إليك سبين وعلى السطح الخلفي بيكون فيه البستيريور أو السيبيريور بستيريور إليك سبين وتحت بيكون موجود البستيريور انفيريور إليك سبين وقلنا أن ده بيكون الباضي أفزق إليم والسطح الأمامي بيكون الإليك فصة نجي بعد كده للجزء التاني من البلفيك بون وهو الجزء السفلي من الأمام وهو البيوبيس أو البيوبيك بون والبيوبيك بون بتتكون من ثلاث أجزاء بتتكون من بادي ده البادي جزء ده هو البادي وفرعين تانيين فرع علوي اسمه سوبرير ريمس وفرع سفلي اسمه انفيرير ريمس يبقى الفرع العلوي اسمه سوبرير ريمس والفرع سفلي اسمه انفيرير ريمس ويتحتوي على جزء بارس كده اسمه بيوبيك كريست وبيكون بجوار البيوبيك كريست جزء تاني بارس اسمه بيوبيك توبركل نيجي بعد كده للجزء التالت المكون للبيوبيك بون وهو الاسكام والالاسكام بتتكون من بادي ده البادي الخاص بالاسكم والاسكم عمتا بتكون الجزء السفلي والخلفي من الاسيتابولام فبتحتوي على بادي وبتحتوي على اسكل سباين وبتحتوي على اسكل توبريستي وبرضه بتحتوي في المنطقة دي على الجزء ده اسمه لزر سياتيك نوتش لزر سياتيك نوتش احنا عندنا اتنين نوتشز الواحد لزر واحد جريتر العلوي هو الجريتر الجزء ده موجود في الاليام ده اسمه جريتر سياتيك نوتش والجزء السفلي اسمه لزر سياتيك نوتش الليزر سياتيك نوتش بيكون موجود ما بين الاسكل سباين والاسكل توبريستي والجريتر سياتيك نوتش بيكون موجود ما بين البستيريور انفيريور إلياك سباين والاسكل سباين اشتركوا في القناة